أكد أمين المكتب التنفيذي لتجمع علي من الإصلاح بمحافظة المحويت حميد علي الرفيق أن ذكرى تأسيس الإصلاح الثالثة والثلاثين مناسبة مهمة تذكر الأعضاء والمناصرين بمظاهر الحياة السياسية التي قوضتها ميليشيا الحوث الإرهابية واعتبر الرفيق في حديثه مع موقع الإصلاح نت اعتبرت تعددية السياسية من أهم المكاسب الوطنية التي جاءت بفضل وحدة اليمن في عام تسعين وقال الرفيق إن يحياء ذكرى تأسيس الإصلاح تبث الأمل والتفاؤل في نفوس أعضاء الإصلاح ومحبيه ومناصره وفي قلوب جميع أبناء الشعب اليمني وعشر أمين المكتب التنفيذي لتجمع علي من الإصلاح بالمحويت إلى أن الإصلاح جعل من حماية أهداف الثورة والجمهورية نهجا ثابتا ولعب دورا كبيرا في مختلف المجالات السياسية والتعليمية والاجتماعية وحقوق الإنسان والقانونية والتنموية والتنمية البشرية ونشر الوعي والتثقيف اللازم في مدريتها وعزلها وقرها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر